السلام عليكم وحمد الله وبركاته ورجعت لكم من تاني ازاي اصعر شغل الاكسسورات طبعا هو صعب تسعير شغل الاكسسورات اصعب من تسعير شغل الخرز في الخرز انا بجيب حكتي بالكيلو انا عارفة لو اشتغلت مثلا فانوز ربع كيلو انا عارفة ربع كيلو دول انا جيبتهم بكام هكتب بكزا خلاص اه نص كيلو انا عارفة نص كيلو بكام تمام عارفة اخيتي بكام حلو كده طيب بالنسبة لشغل الاكسسورات هو ليه اصعب لان انتو معظم الحاجة اللي انتو بتشتروها بتشتروها بالجرام يعني مثلا لو القطعة دي دول متجرام تمام طب انا مثلا اشتريت الميت جرام بتلاتين جنيه بعشرين جنيه بعشرة جنيه طب انا لما اجي اخد واحدة طب هي واقف علي بكام انا اعمل ايه تمام طب انا اعمل داز داي طبعا شغل الاكسسورات بتشتري حبل اللي هو الخرز او اللولي ان انتو بتشتريه بتشتري معدن بالجرام بتشتري استوبر بتشتري حلقات معدنية بنشتري افال كل حاجة انا بشتريها بكتبها تمام يا بنات كل حاجة انا بشتريها بكتبها انا لما اعزب المكلمة انا لما ابتديت شغل انا وبنتي اشتغلنا زي ما قلت في شغل الاكسسورات طب انا كنت بصع على شغلي زي من غير مسأل حد وما ينفعش تسألي لان مش كل واحد فينا بيشتري حاجته بنفس تمن التاني لو اشترتي من الماشية هتلاقي الاسعار اوكي مناسبة لكن فيه تشتري من الماشية ان عندي بوتيك جنبي مثلا جبت منه حبل جبت منه قطعة جابتني اشتريتها فانتي مفيش حد هيعرف يصعر لك شغلك الا انتي لان انتي اللي عارفة انتي اشتريت حاجتك دي بكام تمام طب انا لو حبل مثلا من اللولي ده انا اعرف لما اجي عمل عقد زوية انا خدت منه بكام هقولك هتعمل ايه؟ هتفكي الحبل بتاعك وهتعدي الخرز اللي في الحبل وليكن تلعوا ستين حباية لو كبير مثلا هيطلع تلاتين اربعين حباية تمام؟ فطبعا هيبقى فيه فرق بين الصغير وبين الكبير في الوزن تمام؟ وفي العدد مثلا الكبير تلع ستين حباية تمام يا بنات؟ الصغير تلع عربعين حباية خلاص؟ اشتريت الحبل مثلا وليكن بعشرين جنيه بتلاتين جنيه تمام؟ انا مش عارفة دلوقتي الحبال بقت بكام؟ لان انا دلوقتي شغلي كله بالكيلو تمام؟ اكتب السعر اللي انتي جبت ايه؟ وقسم السعر على عدد الحبل يعني الحبل تلع عندي مثلا ستين حباية انا هقسم التلاتين جنيه على الستين كالكوليتر كده قدامك التلاتين على الستين تمام؟ اهو وليكن طلعوا لي كلمة نص دي طب ايه النص دي؟ النص دي يعني نص جنيه تمام؟ اهي خمسة من العشر دي يعني نص جنيه يبقى الحباية الوحدة الحباية الوحدة واقف علي بنص جنيه انا بقى عملت العقد ده وليكن مثلا اعد بقى انا اخدت كام حباية اخدت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وخمسة هم عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمعتاشر تسعتاشر عشرين عشرين في الناحية دي وعشرين في الناحية دي يبقى انا اخدت مثلا اربعين حباية تمام؟ الاربعين حباية دول في نص جنيه يعني انا عملت بعشرين جنيه خرص خدت عشرين جنيه بس خرص تمام؟ طيب جبت حلقات معدنية وليكن دول انا وزنتهم دول مية جرام تمام؟ دول مية جرام طيب انا خدت منهم واحدة خدت منهم اتنين طيب انا اسعارها ازاي؟ هقولك عدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دول ستة انا جبت المية جرام مثلا بثلاثين جنيه قلتلكم ان انا دولتي معرفش اسعار بالنسبة لكسسورات فعلا معرفش اسعار بس انا بقولك الطريقة الصح اللي تسعري بها شغلك من غير ما تخسري ولا جنيه جبتهم بتلاثين جنيه اقسم التلاثين على عددهم تلعو ستة تلاثين على الستة تمام؟ تمام؟ يبقى الواحدة واقف عليك بخمسة جنيه اول بقى انا ما كنت بنزل واشتري البضاعة بتاعتي كنت بمسك وراء وقلم كده واكتب جبت حبل خرز مثلا مقاس عشرة تلعو مثلا اربعين حباية اقسم التمن على العدد يبقى الواحدة واقف علي بكذا جبت مقاس تمامية تلعو ستين حباية بقسم التمن على العدد يبقى الحباية واقف علي بكذا جبت ميت جرام الشكل ده اللي هو شكل الكوتشينة ده شايفينو؟ ده تقيل اهو قسمت التمن على العدد لو خدت واحدة في العقد او واحدة في الغوشة احطت عددها هي وقفت علي بخمسة جنيه خدت واحدة يبقى وقف علي بخمسة جنيه ده مثلا دول برضو مت جرام بس دول اخف فعددهم اكبر دول اخف فعددهم اكبر مت جرام على التلاتين دول مت جرام بتلاتين جنيه قعدهم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعة تاشر خمستاشر واحدة. انتلي��고 خمستاشر واحدة. هقسم التلاتين على الخمستاشر. يبقى الواحدة وقفة عليا بو كام? باثنين جنيه. استخدمت واحدة استخدمت اتنين. ابقى أنا عرفت الواحدة واقفة عليا بو كام? ما خسرتش ولا جنيه. انا كده ما خسرتش ولا جنيه. واحطت مواصلاتش. خيط. الخيط البقرة الربع بستين جنيه دلوقت. كانت زمان ب residential wanted DISG нуж Erfahrung. الواقض وشغل الاكسسوارات ما بياخدش خيط كتير زي شغل الخرس شغل الخرس بياخد خيط كتير انها شغل الاكسسوارات ما بياخدش كتير حطي بخمسة جنيه حطي خمسة جنيه جبتي ستوبر طبعا الاستوبر استحالة مثلا ان انت هتعرفي تعديه نم نم قد كده هتعدي ايه تمام جبتي خمسين جرام مثلا تلو حبة حلوين ايه حسبي واحدة باثنين جنيه احسبي في الغوشة انا استخدمت باثنين جنيه ستوبر استخدمت غوشة وعقد خمسة جنيه ستوبر فاهماني ازاي؟ ما تبخسيش بشغلك شغل الاكسسورات شغل راقي وفن ما تخسريش حطي كل جنيه انتي دفعتيه اكتبيه في ورقة وقلم علشان اخر اخر عقد تشتغليه في البضاعة اللي انتي جبتيه وتيجي تحسبي مكسبك تلاقي نفسك كسبانا مش خسرانا فاهماني؟ سعاري شغلك بنفسك سعاري شغلك بنفسك عشان ما تخسريش حدش هيعرف يسعارلك شغلك بنات كتير بتدخل انا عايزة سعر الوشة دي عايزة سعر العقد ده بيخشولي خاص على الصفحة حبيبتي انا مش هعرف اسعارلك وبشرح لهم الطريقة اللي انا قلتلكم عليها انا لو سعرتلك ممكن اظلمك انا وعرفت انت اشتريت حكتك بكام واسعارلك ازاي وفي نفس الوقت هتبقى عارفة انت صرفتي كام وما خسرتش ولا جنيه واسعارك مش هتطلع انتي لو طلعت اسعارك في السماء لو واحدة دخلت بقى وعايزت نفسك بقى معلش يعني وضربتلك سعر في العالي قلتلك لقى ويتنزلي عنه انت اتضربتي في السوق مش هتعرفت كميلي وفي الاخر التوتل كله اضربة في اتنين دي الطريقة الصح والمضمونة لشغل الاكسسوارات تمام؟ ان في ناس بتجيب حاجات راكية يعني مثلا بيجيبوا خرص بيبقى عالي غير الخرص العادي ممكن واحدة ما تفهمش ان الخرص ده عالي ان انت جايباب بسعر اعلى فانت كده بتخساري فاهماني ازاي ورقة وقلم في ايديكي وزاي ما قلتلك يوم ما بتنزلي تجيبي شغلك وبترجعي انا كنت بعمل كده امسك كدة وقلم وحسب الخرظاية وقف عليا بكام القفل المشها تعرفي ان انت تعدي وكلام منده حلق ان انا مسلا اعود ايه اجيب الحلقات المعدنية الصغيرة اللي انا بعلق فيها مثلا واقول ااااااااااااااااااااااااااااا الاحدى هتوقف عليا بكام ساعتها ممكن تعملي الحلقة والستوبر مثلا والخيط احسبيهم عشرة جنيه لو في عقد صغير كده احسبيهم عشرة جنيه فاهماني لان دي هتبقى صعب حطي جنيه على الحلقات دي خطي اتنين خطي تلاتة حطي جنيه اتنين جنيه اجمعيهم مع الاستوبر ومع القفل قولي خمسة جنيه قدري شغلك بنفسك قدري شغلك بنفسك عشان ما تخسريش وفي نفس الوقت تستمر وان شاء الله ان شاء الله تبقى فتحة خيرة عليكم كلكم يا بنات وارجو ان الكلام يكون بسيط وما يكونش فيه اي تعقيد بالورقة والقلم ما فيهاش حاجة بالورقة والقلم ومعك الكالكوليتر وقسامي وعرفي تمام ما فيهاش اي صعوبة وفي الاخر انت بيش خسر وانا تمام ما تنسونيش بقى يا بنات باللايك واعجاب على الفيديو اللايك اعجاب على الفيديو واللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس وحنبقى نطلع مع بعض كتير وان شاء الله نطلعهم بالدردشة واللي عندها سؤال تسأله وانا هارد عليها ان شاء الله هنعمل كده قريب بس القناة تكبر شوية واي سؤال اي استفسار ادخليلي على الصفحة زي ما بتخشوا كده بنات كتير حبايبي بيخصولي وبيسألوني بيتلبوا مني ورش بيتلبوا مني حاجات استفسارات برد عليهم ادخلوا يا بنات واسألوني ما عنديش اي مشكلة واشوفكم في فيديوهات جاية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة